الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة خليفية في البحرين ضد الناشط الحقوقي نبي الرجب استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام في أنحاء مختلفة من العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث صلتت العديد من الصحف الصادرة هناك الضوء على محاكمة رجب ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز التي نشر فيها ديفيد كيرك باتريك مقالة تحت عنوان ناشط بحراني ينال عقوبة لخمس سنوات بسبب تغريدات مهينة الكاتب أشار فيها إلى أن الحكم صدر بسبب تغريدات أطلقها رجب وفضح فيها ممارسات التعذيب في سجن جو وانتقد خلالها الحرب السعودية على اليمن واصفنا الحكم بأنه آخر خطوة في مسلسل القمع المتواصل للمعارضين في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي وبالانتقال إلى المملكة المتحدة فقد حضيت قضية رجب بتغطية العديد من الصحف ومنها صحيفة فينانشل تايمز التي نشرت تقريرا تحت عنوان البحرين تسجن ناشطا بسبب تغريدات انتقادية اعتبرت فيه أن الحكم الذي صدر ضد رجب يؤكد تضييق الخناق على النقاش العام في الوقت الذي تتسدى فيه المملكة الخليجية للمعارضة ونقلت الصحيفة عن سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قوله أن الدعم غير المشروط من المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد شجع حكومة البحرين على مواصلة حملتها على المجتمع المدني وأما وكالة آسيو شيرتد بريس فرأت في تقرير لها أن الحكم بالدرجب يمثل آخر فصل من فصول حملة طويلة لقمع المعارضة في البحرين ونقلت فيه عن الحقوقي الدولي الشهير براين دولي دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوقوف بوجه الدكتاتورية في البحرين وأشارت الوكالة إلى أن متاعب رجب بدأت منذ أن قمعت السلطات الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت في البحرين عام 2011 وبالانتقال إلى الهند فلم تخفل الصحافة الهندية الإشارة إلى الحكم التعسفي الذي صدر بدأ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على خلفية اتهامات تتعلق بحقه في التعبير عن رأيه اذ نشر الصحيفة The Times of India تقريرا بيّنت فيه أن رجب ابتسم بعد صدور الحكم رافعا شارة الناصر وفقا لما أفاد به ابنه آدم كما أنها تطرقت إلى تدهور صحة رجب في المعتقل مشيرة إلى أن البحرين تستضيف قاعدة عسكرية بريطانية إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي هذا وحظي الحكم ضد رجب بتغطية مماثلة في وسائل إعلام أخرى ومنها صحيفة الڭارديان البريطانية وشبكة بي بي سي وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ووكالة رويترز نبيل رجب لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد إدانته بانتقاد الحكومة على حسابه على تويتر وقال مصدر قضائي إن المحكمة الكبرى الجنائية قد دانت رجب بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية بإشارة إلى المملكة العربية السعودية